الحقيقة أنه مسألة تأخير رد الحزب وإيران على إسرائيل منها واضحة بالكامل لأنه نسبياً فيه كيفين حكاً عن تأخير صحيح الكلام وإنما ربما يكون الموضوع يتعلق بسببين أساسيين الأول عسكري يعني تحديد الأهداف وحجم الرد سواء كانوا أهداف عسكرية أو مدنية أو خليط من اتنين أو بونة تحتية هذا أمر ما بيكون بين يوم وآخر هالمرة إذا ما في رد موجع وقوي متماع بيوصفوه ما رح يكون إليه جدوى من أولاً وثانياً إسرائيل حتوظف الأمر لمزيد من الهجمات وما لا ترتد حين ذاك لذلك من الطبيعي أنه يكونوا عم يتريسوا ليحددوا طبيعة الأهداف وحجمة ويعملوا حساب أساسي أساسي جداً جداً إذا كانوا بدون يتورطوا بحرب كبيرة كل يوم إسرائيل عم بتقولوا أنه يمستعدي لأي لا أو لا فهذا السبب الرئيسي السبب الثاني المحتمل أنه يكون صاير مفوضات تحت الطولات وفوق الطولات ماشي بين إيران والدول الغربية قاطبة والدول العربية مع بعض الدول العربية لاستدراج عروض ديبلوماسي على صفقات ربما تكون تلعب دور بتحديد حجم الضربة أو تأخيرها أو إلغاءها ما حدا في يعرف مسبقاً فهذا كمان عامل كتير أساسي وما تشوف أنه في يعني أي سبب ثالث غير هؤال السببات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر